الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد مشاركته في القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن وشهدت زيارة الرئيس السيسي إلى واشنطن عقد العديد من اللقاءات مع كبار السياسيين وصناع القرار ومجتمع رجال الأعمال الأمريكية حيث استقبل الرئيس السيسي في مقر إقامته بواشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفانا كما استقبل الرئيس السيسي رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حيث أكد الرئيس السيسي اهتمامه بالتشاوري المستمر مع قيادات البنك الدولي انطلاقا من حرص مصر على تعزيز التعاون بينها وبين البنك الدولي كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر الصادق على ما أبدأ الجالية المصرية العظيمة بالولايات المتحدة الأمريكية من حفاوة استقبال لسيادته وطوال فترة إقامته هناك وفي تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي أن مصر قيادة وحكومة دائما وأبدا تعمل لدعم أبنائها في الداخل والخارج وأنها لن تدخل جهدا في خدمة الشعب المصري العظيم يدل الناخبون التونسيون اليوم بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ويتنافس 1058 مرشحا على 161 مقعدا من مجلس نواب في 161 دائرة انتخابية بينهم 120 امرأة فقط ويقلص القانون الجديد العدد الإجمالي لمقعد البرلمان إلى 161 مقعدا بعد أن كان عددها 217 منها 151 الداخل وعشرة مقعد للدوار الانتخابية في الخارج قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كيلاتشكو إن ثلث سكان المدينة فقط باستطاعتهم الحصول على المياه والطاقة الحرارية بينما لدى 40% منهم كهرباء وأضف المسؤول الأوكراني أن المسؤولين في العاصمة الأوكرانية يعملون على استعادة الطاقة الكهربائية لأغلبية السكان في المدينة بعدما تم قصف منشآتها بالصواريخ الروسية وشدد على أن سلطات تحول توفير المياه مرة أخرى للسكان في أقرب وقت أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة البيت الصيني وهو مكتب مسؤول عن إدارة التعامل مع الصين وذكرت وسائل الإعلام الأمريكي أن المكتب منوط به التنصيق لضمان قدرة الحكومة الفيدرالية الأمريكية على إدارة التنافس بشكل مسؤول مع بكينة مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تعتبر أن الصين تمثل التحدي جيوسياسي الأكثر تعقيدا الذي تواجه وأيضا واشنطن على حد وصفها أعلنت سلطات الأمريكية أن زلزانا بقوة 5.4 من 10 درجات ضرب مناطق إنتاج النفط غرب تكساسي ما أدى إلى اهتزاز المباني دون التسبب بأضرار وقالت هيئة المسح الجوليجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 22 كيلو مترا شمال غرب ميدلاند وعلى عمق نحو 8 كيلو مترات مشيرة إلى أن هزة ارتدادية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر تبعت بعد ثلاث دقائق الهزة الأولى أفادت توقعاتنا جديدة من معهد القياسات الصحية والتقييم بالولايات المتحدة بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل وذكر المعهد أنه وفقا للتوقعات فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ضروته في أول إبريل المقبل وستصل الوفيات إلى 322 ألفا مشيرا إلى أن نحو ثلث ثكان الصين سيكونون قد أصيبوا العدوى بحلول ذلك القد ختم مجد الثامنة عوضة مرة أخرى إلى جمانة وأحمد ترجمة نانسي قنقر